اشتركوا في القناة مع مصطفى براهيم الثامنة صباحا بتوقيت بغداد اهلا بكم الان نشاط الاخبار ونبدأها بالابرز قمة بغداد للتعاون والشراكة تجدد دعمها لجهود العراق في تقريب وجهة النظر وترسيخ دولة الدستور والقانون فاننا وضعنا مكافحة الفساد المالي والاداري في صلب اولوياتنا وقد بدأنا عمليا حملة مكافحة الفساد بدءا من اعلى المستويات ونطلب من الدول الشقيقة والصديق مساعدتنا في استرداد اموال العراق المنهوبة والمهربة السوداني يدعو الدول لمساعدة العراق في استرداد امواله المهربة والمنهوبة ويؤكد وضع مكافحة الفساد في سلم اولويات الحكومة القوات الامنية تتوعد منثلي هجوم قرية البوبالي هو وفد امني رفيع يصل الديالة للوقوف على اسباب الحادث مساعدة تضبط عشر حالات فساد في عدد من دوائر الديوانية وتحرك الحكومي لتعزيز منظومة مكافحة الفساد باريس تدعو بيروت الاسراء في انتخاب رئيس جديد والليرة اللبنانية تسجل انهيارا وتصل الى 45 الف الدولار الواحد الى تفاصيل النشرة اهلا بكم اختتم رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني زيارته الى الاردن ومشاركته في مؤتمر بغداد بنسخته الثانية للتعاون والشراكة وقال رئيس الوزراء عبر حسابه في تويتر ان القمة اكدت دور العراق المحوري في المنطقة والعالم وستكون منطلقا لتنمية اقتصادية وشراكة جادة مرتكزها بغداد السلام مؤكدا مواصلة العمل مع الاشقاء والاصدقاء لتحقيق الاهداف التنموية واشدد البيان الختامي لمؤتمر بغداد الثاني على التعاون مع العراق دعما لامنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وجهوده الرامية لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الاقليمية البيان الختامي اكد ايضا وقوف الدول المشاركة مع العراق في مواجهة تحديات بما في ذلك تحدي الارهاب ودعم جهود العراق في ترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم ويعادة الاعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه وتضمن البيان التجديد على دعم بغداد لتحقيق التنمية الشاملة والتعاون معها في قطعات تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والامن الغذائي والصحي والنقلة ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخة فيما اشار المشاركون الى ان تجاوزا عكاسات الازمات الاقليمية والدولية على العراق والمنطقة يستوجب تعاونا اقليميا شاملا وخلال كلمتي في المؤتمر اكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياء السوداني ان الحكومة تتبنى نهجا منفتحا يهدف لبناء شركات اقليمية ودولية مبنية على المصالح داعيا المصالح المشتركة داعيا الى انشاء المشاريع الستراتيجية التكاملية لربط العراق مع محيطه الاقليمي تتبنى حكومتنا نهجا منفتحا يهدف لبناء شركات اقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة بما في ذلك انشاء المشاريع الاستراتيجية التكاملية لربط العراق مع محيطه الاقليمي ونرى ان الاولوية الان تكمن في تعزيز اواصر التعاون والشراكة بين دولنا من خلال الترابط في البناء التحتية والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة التي تعزز وتقوي روابط الاخوة والصداقة بين دولنا وشعوبنا اننا نسعى للعمل معا للتحول الى دول مصنعة من خلال انشاء مناطق صناعية مشترك تستفيد من نقاط القوة والمنافسة لكل دولة وتعزز من قدرتنا الصناعية المشترك وتربط سلاسل القيمة المضافة لكل منا ضمن سلسلة متكاملة قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية رئيس الوزراء كذا ايضا ان الحكومة وضعت مكافحة الفساد المالي في اولوياتها داعي ان الدولة صديقة والشقيقة الى مساعدة العراق في استعادة الاموال المهربة والمنهوبة وتسليم المطلوبين الى القضاء العراقي فاننا وضعنا مكافحة الفساد المالي والاداري في صلب اولوياتنا وقد بدأنا عمليا حملة مكافحة الفساد بدءا من اعلى المستويات ونطلب من الدول الشقيقة والصديق مساعدتنا في استرداد اموال العراق المنهوبة والمهربة وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محل اقامة لهم وتعمل حكومتنا بجد على تحسين البيئة الاستثمارية في العراق من حيث التشريعات والاجراءات والضمانات لتمكين المستثمرين من دخول اسواقنا والافادة من الفرص الكبيرة فيها ان البيئة الاستثمارية الملائمة بحاجة الى استثباب الامن وقد حققنا الاستقرار الامن في العراق بعد الانتصارات الكبيرة على فلول الارهاب والجماعات التكفيرية ولا يفوتني هنا ان اقف اجلالا للدماء الزكية والتضحيات التي بدلتها قواتنا المسلحة بصنوفها كافة دفاعا عن النفس والمنطقة والعالم وان اشكر كل من وقف معنا حتى تحقق نصرنا الكبير بدوره اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين على دور العراق المحوري ودعم جهود بغداد امنيا واقتصاديا عدن استقرار العراق ركنا اساسيا لاستقرار المنطقة يمثل هذا المؤتمر فرصة للتأكيد على الدور المحوري للعراق بنسبة للمنطقة ودوره في تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الاقليمي يعني عقد اجتماعنا اليوم في وقت تواجه فيه المنطقة الازمات الامنية والسياسية بالاضافة الى تحديات الامن الغذائي والماء والصحي وضروة تأمين امدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخي ندرك ان التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا لكننا نؤمن ايضا ان هذا المؤتمر ينعقد من اجل خدمة مصالحنا المشتركة لضمان امن العراق وازدهاره واستقراره ركنا اساسيا في منطقتنا ونتطلع لمواصلة العمل معكم لتعميق شركاتنا خدمة لشعوبنا بقاء في موضوع مؤتمر بغداد التعاون والشراكة كمشاهدين اجدد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون التزام بلاده بدعم امن العراق وسيادته ماكرون في كلمته بالمؤتمر اشار الى ان العراق اول المتأثرين من زعزعة استقرار المنطقة ويجب العمل على حل المشكلات المحيطة به سنبقى اوفياء ونجدد التزامنا بدعم امن وسيادة العراق الدول المشاركة في المؤتمر تسعى جميعها الى ارساء الامن والاستقرار في العراق وفي المنطقة ملتزمون بعلاقات متوازنة مع العراق العراق اول المتأثرين من زعزعة استقرار المنطقة اذا اردنا ضمان استقرار العراق فعلينا حل المشكلات مع جيرانه ندعم مشاريع ربط الطاقة مع دول المنطقة من جانبه شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم الجهود الوطنية في العراق لاستعادة مكانته ودوره الفاعل مؤكدا نهناك رغبة صادقة في فتح مرحلة جديدة من الشراكة مع العراق تثمن مصر غاليا في هذا الصدد الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة اطرافه في مواجهة هذه التحديات وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة والقضاء على مشروعات الإرهاب الظلبية وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد وصول وحدة نسيجيها الوطني ففي نجاح العراق نجاح لنا جميعا وتأسيسا على ما تقدم تؤكد مصر على رفضها لأي تدخلات خارجية في شهون العراق وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات كون ذلك هو السبيل الأمثل في الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائل الدول المنطقة بيس الوزراء الكويتية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أكد من جهة اهتمام المجتمع الدولي باستقرار العراق مشيرا إلى أن الدول العربية تسعى لاستعادة دور العراق الفاعل في المنطقة يأتي لقاؤنا اليوم في إشارة واضحة ودلالة قاطعة على اهتمام المجتمع الدولي بأمن واستقرار العراق تدرك الدول العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكانة العراق وأهميته في المحيط الإقليمي والدولي وتسعى لاستعادة دوره الفاعل في تعزيز تواجده في محيطه العربي ليمارس دوره المعهود بحرية بعيدا عن أي تأثيرات خارجية وما اتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق إلا مثال على ذلك السعي الزيارة التي قام بها أخي دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الكويت مؤخرا والتي حرص على أن تكون من أوائل زياراته الخارجية في دلالة واضحة لا تحتاج إلى بيان بدوره أعرب وزير الخارجي السعودي فيصل بن فرحان عن وقوف المملكة مع العراق لصون استقراره مؤكدا أن الاجتماع المنعقد في الأردن يؤكد الرغبة في ترجمة التعاون مع العراق إلى شركات حقيقية تؤكد المملكة وقوفها جنبا إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جعوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية أرضا للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أي اعتبارات أخرى صحاب الجلالة والفخامة السمو والمعالي إن اجتماعنا اليوم يؤكد الرغبة المشتركة والصادقة لدولنا لاستمرار وتيرة التعاون والدعم لجمهورية العراق وترجمتها إلى شراكات فعلية تحقق نتائج ملموسة ولن تدخر المملكة أي جهد في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية انطلاقا من إيمانها التام بأن نمائها ورخائها يرتبط ارتباطا وثيقا بنماء ورخائج إيرانها والمنطقة أجمع بقاء في مؤتمر بغداد مشاهدينا قالت الممثلة الخاصة للأمين العام الممتحدة في العراق جيني لبلاس خرد العراق بلد مركزي في استقرار المنطقة مشددة على أهمية احترام سيادة العراق من ببادئ حسن الجوار واعتماد الأدوات الدبلوماسية حتى في أوقات التوتر العالية بصفتي كممثل خاص للعراق فإنني أدعم دولة رئيس الوزراء محمد الشيعة سودانين في أولواتي لوضع العراق كمسرح للحوار والاستثمار وفي الموجز الذي يقدمه إلى الأمن العام فإن مركزية العراق للاستقرار الإقلام لا يمكن أن تقل أهميتها عن تركيز وبنسبة للعراق تعتبر نحن يتحتم علينا لمساعدتي في تعزيز بيئة تمكينية ودعم مستمر وأيضا بيئة آياد ممدودة إلى العراق لمساعدتي وضمن هذا السياق اسمحوا لي أن أشدد على أهمية احترام مبادئ السيادة والسلامة الأراضي وحسن الجوار وكذلك الأدوات الدبلسية فهذه مسؤولية كل الجميع حتى في أوقات التوترات العالية أو في مواجهة البواعث القلق الأمنية الوطنية وفي مؤتمر صحفي المشترك كدوزير الخارجية فؤاد حسينة مؤتمر بغداد عقد أيضا للتأكيد على العمل المشترك حسينة إلى جانب نظيريه الأردني والفرنسي أشار إلى أن التحديات التي واجهها الجميع هي أقليمية ودولية ومنها البيئة والأمن والاقتصاد مؤتمر بغداد ليس فقط لدعم العراق وإلا أيضا للعمل المشترك في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي التحديات التي نواجهها جميعا ومن ضمنها التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية تحديات أكثرها أقليمية ودولية يعني حينما نتحدث عن تحديات البيئية المناخية حينما نتحدث عن التحديات الأمنية حينما نتحدث عن التحديات الاقتصادية في الوقت الحاضر التضخم حينما نتحدث عن تحديات الطاقة حتى الأمن الغذائي أمن الدوائي وهذه تحديات جميعها تحتاج إلى عمل مشترك تحتاج إلى موقف مشترك ومن هنا ننطلق مؤتمر بغداد للعمل المشترك لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه هذه البلدان في المنطقة وقوفنا جميعا إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات ودعم العراق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن واستقرار المنطقة المجتمع المؤتمر حقق توافقا على أننا سنعمل معا من أجل دعم العراق الشقيق وعبر الوقوف إلى جانبه كما قلت في مواجهة كل التحديات وأيضا عبر تطوير مشاريع التعاون في قطاعات عديدة تشمل الطاقة المياه الزراعة الاستثمار الصناعة إلى غيرها من المجالات البيان الخاص بهذه القمة هو دعم النقاشات أو المبادرات المشتركة وهناك الكثير من المبادرات في المجال الإنساني ومجال البيئة والصحة والاقتصاد وأيضا كما أعرض رئيس الوزراء العراقي وأشار إليها وأيضا سوف نستمر بالتقدم الذي تحقق اليوم وسمعته من الجميع الذين حضروا هذا المؤتمر بأن هذا المؤتمر كان فعلا لدعم العراق وإن فرنسا ورئيس فرنسا قال بأن فرنسا ليست دولة من دول مطقة ولكنها دولة صديقة وصديق يريد أن يمد هذا المساعدة لهذا المنهج وهذه الطريقة وعلى هامش المؤتمر بغداد للتعاون والشراكة عقد رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني لقاءا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية وبحث معه أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يصب في صالح البلدين وناقشت جانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب دور العراق المحوري في المنطقة وحرصه على التعاون في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة وعقد كلهم الرئيس الوزراء محمد الشياء السوداني والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقاءا ثلاثيا على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وناقش اللقاء أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الثلاثة الثلاثة وسبل تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وشهد اللقاء التأكيد على أهمية ترابط البنى التحتية مع الدول الشقيقة وتقوية الاستثمارات المتبادلة بما يدعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ومجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وترأس رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وفد العراق في قمة خماسية ضمت العراق والأردن ومصر والكويت وفرنسا المكتب العالمي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ذكر أن السوداني ترأس وفد العراق في قمة خماسية عقدت على هامش مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية أشار الرئيس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى إيلاء العراق همية للتوازن في علاقاته الخارجية والاتجاه نحو العمل الدولي لتدعيم أمن المنطقة واستقرارها رئيس الوزراء خلال لقائه الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على هامش المشاركة في مؤتمر بغداد المنعقد في الأردن شدد على أهمية الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرفة ومواجهة التحديات الاقتصادية فيما أكد بوريل من جانبه دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار العراق وتدعيم التعاون على مختلف الصعود موجهة دعوة لرئيس الوزراء لزيارة مقر الاتحاد في بروكسل لبحث المزيد من الملفات وتوضيذ العلاقات المشتركة بين الجانبين قوات الأمنية تتوعد منفذي هجوم قرية البوبالي ووفد الأمني رفيع يصل إلى ديالة لوقوف على أسباب الحادث أمنيا أعلنت مديرية الاستخبارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع القاء القبض على 24 إرهابيا في خمس محافظات قلية الإعلام الأمنية أكدت في بيان الأهان عمليات القبض جاءت بجهد استخباري لأقسام استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد والأنبار وميسان وديالة ومكافحة إرهاب القائم وعامرية الفلوجة وهيت مبينة أنه تم نصب كمائنة محكمة في المحافظات المذكورة قبل أن يتم القبض على الإرهابيين أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء يحيى رسول أن حادثة قرية البوبالي في قضاء الخالص بديالة لن تمر من دون عقاب سريع وضف لواء رسول في بيان أن الوكالات والدوائر الاستخبارية بأشرت في عمل مكثف للتوصل إلى العناصر الإرهابية التي أقدمت على ارتكاب هذا الحادث الإرهابي مشيرا إلى إعادة نشر القطاعات الأمنية بحسب طلب أهالي المنطقة فضلا عن تعزيز القابة بكاميرات حرارية وأبراج مراقبة ومسك مداخل المنطقة ومخارجها فيما أشار اللواء رسول إلى مواصلة الإجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها في هذا الاعتداء وأن الرد المناسب سيكون قريبا ما جرى في العمليات أو الاعتداءين أرهابيا في ديالة وفي كاركوك محاولة بائسة من هذه الأصابات الإرهابية بعد الضربات القوية والقاسم التي تلقوها على يد أبطالنا في القوات المسلحة والقوات الجوال العراقية والرجال للسخبارات داعش يحاول تحقيق نصر الإعلامي لا أكثر هو منكسر منهزم وكقوات مسلحة عراقية نحن مستمرين بعمليات ملاحقة والمطاردة ما رح نسكن إلى أن نقتص من هؤلاء الإرهابيين وأكيد ستكون لنا صولات وجولات باتجاه ما تبقى من هذه الأصابات الإرهابية السيد القادر العام قوات مسلحة طلع ويطلع بشكل مستمر على ما يجري من أحداث في ديالة الآن تواجد السيد رئيس أركان الجيش ونائب قادر عمليات مشتركة لطلع على مجريات الحادث الإرهابي الجبان وكيسة تتخذ الجراءات اللازمة بخصوص ما حدث من اعتداء إرهابي باتجاه المواطن الأبرياء هذا وكشفت وزارة الدفاع عن وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى محافظة ديالة وذكر بيان الوزارة أن الوفد الأمني ضم رئيس أركان الجيش الفريق أول ركون عبد الأمير رشيد يارالة ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركون قيس خلف المحمد أوي حيث وصل إلى قاطع قيادة عمليات ديالة مبيناً أن زيارة الوفد جاءت للوقوف على تفاصيل الحادث الإجرامي الأخير هناك أقامت الشرطة الاتحادية مجلس عزاء على أرواح الشهداء الذين سقطوا في العملية الإرهابية في كاركوك والتي استهدفت قوة أمنية وحضر المجلس عدداً كبير من الضباط والمنتسبين معزين ذوي الشهداء فيما تعهدوا بالثأر للشهداء والاستمرار بالعمليات الملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي تقيم قيادة قوات الشرطة الاتحادية مجلس عزاء لأرواحهم الطاهرة في مقر قيادة الفرقة الآلية إن شاء الله سوف تبقى قواتنا البطلة ومستمرة ولم يثنيها هذا عن إداء واجباتها وسنثأر لدماء الشهداء الأبطال نعزي أهالي الشهداء ونعزي أنفسنا أيضاً لهذا المصاب وكلنا مشاريع استشهاد في الواجب في موضوع آخر طالب المتظاهرون أو متظاهرون من المفسوخة عقودهم القائد العام ووزير الدفاع بحل قضيتهم وأرجاعهم إلى الخدمة بعد رفض الدائرة المختصرة رفعها اسمائهم متظاهرون في تجمع سلمين لهم ببغداد أشعروا إلى أنهم مشمولون بالعفو لأن أسمائهم لم تكن موجودة مما دفع الجهة المسؤولة إلى مطالبتهم بالعودة إلى وزارة الدفاع من جديد نحن مشمولون بالعفو العفو شامل لوزارة الدفاع بيكملها رجعوا قسم من عدنا وقسم ما رجعوه نريد نعرف الأسباب يقولون أن أسمائكم ما طلعوا بالحاسبة أن نروح لدائرة المراتب يرجعوننا للخضراء يقول سوونا قرص بأسمائكم طالبنا بحقنا وإجينا ووقفنا بباب الوزارة رجعونا يريد يسوونا قرص بأسمائنا نحن كل أصحاب عوائل ومنتسبين وزارة الدفاع وريد يستوصلون صوتنا للجهات المعنية للجهات المسؤولة الناشد رئيس الوزراء والناشد وزير الدفاع بالأخص نحن أبنائك كلكم راعة وكلكم مسؤولون عن رعيته نحن أبنائك مفسوخة عقودنا ونحن مشمولون بالعفو ليش جاي من جهة إلى جهة واحد يذبنا على الثاني نريد نوصل الصوت إلى واحد بالخضراء أو رئيس الوزراء أو وزارة الدفاع نحن منتسبين وزارة الدفاع إذا أنت ما يسمع صوتك إذا أولو был فالدفاع أو وزير الدفاع من الذي يسمع صوتك إحنا جئنا هنا قناة العراقية حتى توصل صوت للوزير الدفاع هاي الناس مظلومة من يسمعهم ؟ ده الزونة تجنيد قالوا لنا رحوا دارة المراتب إسوه إساميكم ملحق جئنا دارة المراتب إيش قالوا لنا قالوا لنا رحوا للخضراء إساميكم ماكو إحنا نريد حل واحد من رئيس الوزراء ومن رئيس رئيس إلكان الجيش ومن وزير الدفاع يسوي النحل النزاهة تضبط عشر حالات فساد في عدد من دوائر ديوانية وتحرك الحكومي لتعزيز منظومة مكافحة الفساد أكد رئيس الجمهوري عبداللطيف رشيد ورئيس تحالف الفتحاد العامري مواصلة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها لمكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين الجانبان خلال لقاء لهما شدد على تشريع القوانين التي تسهم في تحريك القطاع الخاص وجلب المستثمرين لتنفيذ المشاريع الخدمية فيما استعرضت جانبان الخروق الأمنية الأخيرة وشدد على مواصلة زخم العمليات الاستباقية لمطاردة بقايا الأرهاب أعلنت هيئة النزاهة ضبط عشرة معاقبين في عدد من دوائر محافظة ديوانية يمارسون عملهم خلافا للقانون وذكر بيان الهيئة أن فريق النزاهة انتقل إلى دوائر التسجيل العقاري ومديرية التنفيذ وكاتب العدل والضريبة في المحافظة وتمكن من ضبط عشرة متهمين متلبسين يمارسون تعقيب المعاملات في تلك الدوائر بدون سند قانوني مشيرا إلى أن من بين المضبطين كاتب عدل متقاعد وموظف في دائرة الإصلاح ووسط الحاجة لإنهاء ظاهرة الفساد الإداري والمالي تسعى الحكومة إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد تشريعيا وتنفيذيا وذلك بالتزامن مع مساعيها لاستعادة الأموال المهربة والمنهوبة تمهيدا لمعالجة قضايا الفساد قضائيا استعادة ثقة العراقيين بمنظومة مكافحة الفساد تحتاج إجراءات رادعة وفاعلة على أرض الواقع القيادة العراقية تشدد على ضرورة توسيع مروحة الفريق الأمني الزاند للهيئة العليا لمكافحة الفساد فتح باقي قضايا الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المتورطين فضلا عن استرداد المال العام يتطلب إنتاج تلك الملفات تمهيدا لمعالجتها قضائيا المؤسسات السابقة لم تكن ذات مأسسة حقيقية وبالتالي كان يسودها بمعنى الفوضوية ولا يوجد برنامج في معالجة الفساد الآن لاحظنا خطوات السيد السوداني أنها من أول يوم بدأت في تعقب الفاسدين وبعض المسؤولين اللي يستغلوا إداراتهم ونفذوا إلى صناديق المال وسرقوا المال احترام السياق الدستوري لمحاسبة المتهمين بعمليات الفساد إدارة البلاد تعتقد إنه دافع أساسي لانطلاق معظم الاحتجاجات الشعبية ذهبت الدولة العراقية بعاج السيد السوداني باتجاهين الاتجاه الأول موضوع الأموال المهربة خارج العراق وتم وضع اليد على الكثير منها وما زالت هناك بعض الأموال الملف الآخر أتحدث هنا عن موضوع التهريب النفط وكلنا يعلم أن إلى الآن ما تم إلقاء القبض عليه أكثر ما يقارب 66 ألف شاحن خاصة بتهريب النفط من كثير من المنصات البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب عموده الفقري التزام القوى السياسية بالدعم تدابير الحكومة لكبح منظومات الفساد ما يضع الجميع أمام اختبار حقيقي لمدى هذا الالتزام حزم الشرع العراقية الإخبارية بغداد بعد قرار الحكومة بدعم الطبقات الفقيرة والهشة من شرائح المجتمع أعلنت وزارة التجارة شمول أكثر من ثلاثة ملايين مواطن ضمن شبكات الرعاية الاجتماعية بإضافة مواد جديدة على مفردات السلة الغدائية توزع بداية العام المقبل عبر وكالة الوزارة في بغداد والمحافظات ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف مواطن سيشملون بالمواد الغذائية الإضافية بعد قرار الحكومة دعم الطبقات الهشة والفقيرة المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية إضافة إلى استمرار تسليمهم مفردات السلة الغذائية الشهرية كافة الفئة المشمولة بفقرة الرعاية الاجتماعية والذي يبلغ عددهم تقريباً ثلاثة مليون وخمسمائة نسمة إضافة مواد أخرى للسلة الحالية الموجودة عندهم هذه المواد هي عبارة عن مادة السكر والزيت وأيضاً شاي وحليب وأضافت أيضاً مادة الطحين الصفر القرار الحكومي الذي أضاف ستة مواد غذائية أساسية وزيادة كميات أخرى ستوزع في بداية العام المقبل مع مفردات السلة الغذائية عبر وكلاء وزارة التجارة بعد تخصيص مبالغ مالية لتلك المواد من فرق خفاض أسعار المواد الغذائية العالمية هناك إحصائيات المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وهذه تجينا من فرق التموين متغيرات على أساس نشتغل الوكيل مثلاً عنده عشر مشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية نحن نضيف لها عشر حسب المواد التي تقررها الدولة سلمت كل تحمص وعدس وتمن وزيت وشكر وتمن لكن المعجون تأخر يوم يومين ومع أهمية دعم الطبقات الهشة والفقيرة وحمايتها من ارتفاع الأسعار إلا أن وزارة التجارة تشكو من عدم إعطاء بيانات حقيقية عن المواطنين المستحقين إذ تقدر أعداد المواطنين الذين يتسلمون مفردات السلة الغذائية الشهرية بقرابة الأربعين مليون مواطن ومع استمرار توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين تستعد وزارة التجارة لتسلم الكميات الإضافية للمواد الغذائية وتوزيعها للمواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بعد قرار الحكومة سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد تنفيذاً لواجباتها ضمن البرنامج الحكومي أصدرت وزارة النقل توجيهات لمفاصلها لبدء العمل بـ 12 مشروعاً ستراتيجياً في عموم البلاد منها القناة الجافة في ميناء الفاو الخط السككي من الجنوب باتجاه الشمال وقطار بغداد المعلق فيما رأى خبراء الاقتصاد أن المشاريع المختارة ضمن البرنامج الحكومي حيوية وتنمي الاقتصاد الداخلي وزارة النقل تباشر بتنفيذ البرنامج الحكومي وتصدر توجيهات إلى تشكيلاتها ودوائرها وفروعها 12 مشروعاً أغلبها ستراتيجية كمشروع ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والقطار المعلق وزيادة أعداد طائرات الخطوط الجوية إضافة إلى مد شبكة سكك حديد وغيرها ميناء الفاو الكبير ألا وهو مشروع قناة الجافة الخط السكك من جنوب العراق باتجاه شمال العراق وبالتأكيد المشروع يمثل خط سكة حديد وأيضاً خط مرور للعجلات قطار بغداد المعلق الذي يوفر خدمة مباشرة للمواطن الكريم وكذلك يساعد في فك الاقتناقات المرورية في العاصمة الحبيبة بغداد اقتصاديون أكدوا أن ما يتم تنفيذه ضمن البرنامج الحكومي من مشاريع ستراتيجية واستثمارية سيجري تقييمها لا سيما المشاريع التي توفر بيئة اقتصادية آمنة وخدمة أفضل للمواطنين أعتقد أن يساروا بالمنهاج بشكل علمي وتقيق ومتابعة ورقابة ونية صادقة لتنفيذ المنهاج سيخدم البلد بشكل كبير هي هذه المشاريع حيوية جدا بالخص ميناء الفاو العميق الذي نطمح أن نشاهد هذا الميناء يخدم العراق بشكل كبير والخط المعلق في بغداد بذات طريق يخفف الازدحامات دفع حركة الإعمار وتأمين فرص عمل للمواطنين سيحقق تكاملا وتعاونا اقتصاديين بين وزارة النقل والوزارات الأخرى على المدى البعيد بحسب متخصصين من بغداد محمد العيداني العراقي الإخباري قررت وزارة التربية إيقاف منح الإجازات للمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد أهلية في داخل العراق وخارجه لحين صدور ضوابط جديدة هذا القرار لاقت رحيفا كبيرا من قبل مديريات التربية يهدف إلى تطوير الواقع التعليمي في البلد فضلا عن أن أغلب تلك المؤسسات غير قانونية وأسست في ظروف استثنائية خطوات للنهوض بالتربية والتعليم في البلاد فقد قررت وزارة التربية إيقاف منح إجازات المدارس والمعاهد الأهلية داخل العراق وخارجه ومراجعة الإجازات الممنوحة خلال السنوات الماضية وزارة التربية قررت إعادة النظر بالإجازات الممنوحة للمؤسسات الأهلية سواء كانت مدارس أو معاهد في داخل أو خارج العراق يعني هذه اللجنة وهذا العمل سيعيد العمل مرة أخرى المؤسسة ومن ثم الضوابط الإجراءات التصحيحية إجراءات تتعلق بإعادة النظر بقصة الإجازات الممنوحة سابقا للمدارس والمعاهد الأهلية سواء داخل أو خارج العراق مديريات التربية الحكومية من جانبها رحبت بقرار وزارة التربية مشيدين بأهمية هكذا قرارات والتي تشمل ليس وقف الإجازات مستقبلا فحسب بل يضاف لها إجراءات تعليق كافة الإجازات الممنوحة سابقا لهكذا مؤسسات داخل العراق وخارجه حقيقة انتشرت كثيرا بعض المعاهد اللي هي شكل آخر من أشكال التدريس الخصوصي مبوبة باسم معاهد وبعضها غير يعني مسجلة في وزارة التربية غير قانونية والبعض الآخر حصلوا على موافقات في ظروف يعني استثنائية الآن تعمل وزارة التربية ومديريات التربية على متابعة كل هذه المعاهد والتأكد أنها مستكملة لكافة شروطها وقد باتت ظاهرة انتشار مؤسسات تعليمية أهلية تنظر قطاع التعليم بالتراجع لا سيما وأنها تخلو من التراكم المهني والتجربة التعليمية التي توفرها مؤسسات التعليم الحكومية إلى جانب مطالبات النهوض بتلك الأخيرة من بغداد صابرين كاظم على راقية الإخبارية فاريس تدعو بيروت الإسراء في انتخاب رئيس جديد والليارة اللبنانية تسجل انهيارا وتصل إلى 45 ألف لدولار واحد في الأخبار العربية والدولية اعلنت محافظات الفلسطينية عدة الإضراب الشامل تنديدا بسياسة الإهمال الطبي من قبل سلطات الكيان الصهيوني ووفقا لمصادر الرسمية فقد شلت الإضرابات جوانب الحياة العامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة احتجاجا على وفاة الأسير ناصر أبو حميد فيما اتشحت الأراضي الفلسطينية بالسواد حدادا على الأسير وشمل الإضراب ومحافظات رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس وغزة ووجهت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة حدادا على الحادث وفي أولى ردود الفعل الفلسطينية حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيال احتلال الصهيوني مسؤولية استشهاد الأسير ناصر أبو حميد في معتقلات سجون الاحتلال ودع اشتيال لجنة الدولية للصليب الأحمر لتدخل من أجل الإفراج على الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال فيما أكدت الخارجية الفلسطينية وجود حراك دولي متواصل للإفراج عن جثمان الشهيد الأسير كي يتسنى لأسرته مواراته الثراء من جهته اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرارين الفلسطينية قدر ابو بكر اتهم قوات الاحتلال بقتل الأسير الفلسطيني لأسر أبو حميد بشكل متعمل وذكر أبو بكر أن الأسير أبو حميد كان يعاني من السرطان منذ مدة طويلة والاحتلال تركه حتى تفشل مرض في كل جسمه ولم يعالجه برغم المطالبات بإطلاق سراحه مشيرا إلى أن قوة الاحتلال رفضت بشكل قاطع الأفراج عن أبو حميد وانتنعت على الاستجابة للمطالب الدولي الأفراج عن الأسير حتى توفي دعت الخارجية الفرنسية المسؤولين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على انتخاب رئيس جديد للبلاد وشددت وزيرته الخارجية كاترين كولونا في تصريح صحفي على أهمية أن يطلع اللبنانيون بمسؤولياتهم في تسهيل عملية الانتخاب وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات وأخفق البرلمان اللبناني لعشر مرات من انتخاب الرئيس برغم شغور المنصب جراء الانقسامات السياسية في خضم منهيار اقتصادي متسارع تعيشه البلاد بالتزامن مع عياد رأس السنة خفضت قيمة الليرة اللبنانية إلى 45 ألفا للدولار الواحد في السوق الموازع فيما أكد خبراء اقتصاد أن غياب الرقابة والتشريعات مكن المضاربين من التلعب بأسعار الدولار في السوق سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازع ارتفاعا قياسيا فقد وصل الدولار الواحد إلى 45 ألف ليرة لبنانية وبالتزامن مع فترة الأعياد ينعكس ذلك بشكل سلبي على المواطنين الذين تتراجع قدرتهم الشرائية إلى مستويات متدنية جدا دار في البنازول هذا صار حقه 35 ألف كنت أخذ السفريم ومية على الدم من الصيدلية ب10 ألف يام حقه 100 ألف ويحيشوا في المحطر ما معي يتحكم صار يمد إيدنا نسحق حتى نقدر نتحكم نشتري الدواء ما بقى فيه شي بيقولولك باللبنانة يعني أنت بس بديك تفوتي على محل إن كان مواد غذائية ولا إن كان محل ألبسة بيقولولك بالدولار بيسعرولك يا بالدولار وعلى سعر الصرف بيحسبولك يا ضغرة فبنوصل لمرحلة آخر شي ما بقى فيه الإنسان يتحمل يعني فيه وضع سيء للعالم فيه عالم عم تموت عباب المستشفيات فيه عالم انزلت فيه عالم عم تنتحر كل يوم فيه مقساة باللبنان من سائل على العالم كافة التحليلات الاقتصادية تذهب إلى تأكيد استمرار ارتفاع سعر الصرف بغياب الرقابة السعر السوداء عم بيكون كتير عالي عم بيجيوب كتير مع التفاعلات السياسية والمحلية وحتى المضاربة بشكل كتير كبير يعني بيكفي الخبريات البسيطة لحتى نشوف الدولار طلع لا يوجد سقف لا ارتفاع الدولار بغياب الرقابة وهذه الرقابة للأسف هي طبعا سيئسي حلول عديدة يطرحها خبراء إدارة المال إلا أن القرارات الرسمية لا تتضمن حلا في المدى المنظور دولار بيروت 45 ألف ليرة لبنانية رقم أفقل كاهل اللبنانيين ولا حلول في الأفق حتى نهاية العام بانتظار انعقاد جلسات مجلس النواب والوزراء مطلع العام المقبل لعلنا نرى انفراجا في الأزمة المالية العراقية الإخبارية سالي كورفلي بيروت في تونس أعلنت حركة النهضة إصدار القضاء قرارا بسجن علي العريضة نائب رئيس الحركة منددة باستهداف قيادتها للتغطية على الفشل الذرية للانتخابات التشريعية على حد تعبيرها وجاء قرار قاضي بالتحقيق قاضي التحقيق بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس الوزراء الأسبق بعد التحقيق معه على مدى ساعات وكان رئيس حركة النهضة راجد الكنوشي ونائبه خضع مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في قضية التسفير إلى بؤر التوتر ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا المشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة أعلنت قيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ثلاث غارات بطائرات مروحية شرق سوريا على مدار اليومين الماضيين أتقال ستة عناصر من داعش رهابي وأوضح بيانه للقيادة أن أحد المعتقلين عرف في سوريا باسم الزبيدي المتهم بالتخطيط لهجمات التنظيم في سوريا فيما أكد الجيش الأمريكي أن التقييم الأولي أفاد عن عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح خلال العمليات استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتريش عقد محادثات سلام فعالة في الوقت القريب بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول الوضع في أوكرانيا وعرف جوتريش في تصريحات صحفية عن اعتقاده باستمرار الاشتباكات المسلحة بين أوكرانيا وروسيا مشيرا إلى أن عقد محادثات سلام جدية بين موسكو وكييف تطلب مزيدا من الوقت في سياق المتصل انطالبة الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم تسليم إيران طائرات مسيرة هجومية لروسيا وقال نائب المندوبة الأمريكية للأمم المتحدة روبرت هود أن عدم تحرك الأمم المتحدة في هذا الشأن دليل على تعرضها لتهديدات روسية من جهته قال مندوب إيران في الأمم المتحدة عن الطائرات المسيرة التي نقلتها بلاده إلى روسيا قبل اندلاع الحرب مع أوكرانيا لا تنطبق عليها الخصائص التقنية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي جالب آخر أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تتوقع أي تقدم في مسار العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بالمستقبل المنظور وقال كيربي في تصريح صحفي أن قطة الأعمال المشتركة الشاملة ليست في صدارة اهتمامات واشنطن حاليا ولا ضمن جدول الأعمال مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تقدم مع تهران بشأن الملف النووي ميدانيا تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى لسلسلة هجمات جديدة مكثفة بطائرات روسية مسيرة السلطات المحلية ذكرت أن البلد التحتية تضررت جراء القصف المكثف الذي حرم سكان العاصمة وضواحيها من الكهرباء مشيرة إلى أن القصف الروسي تجدد في مقاطعة خيرسون جنوب البلاد فيما بيّنت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية أن قصفا مدفعيا متبادلا يجري عند ضفتي نهر دنيبرو في المقاطعة الجنوبية لنددت كوريا الشمالية بستراتيجية الأمنية اليابانية الجديدة مهددة باتخاذ تدابير عسكرية وصفتها بالحاسمة وقلت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية ومع اعتمادها سياسة شن ضربات مضادة ضد الدول الأخرى بدأت تشكل تهديدا كبيرا للمنطقة وأن استراتيجيتها الأمنية الجديدة غيرت جدريا الظروف الأمنية في شرق آسيا فيما أشار بيان الخارجية إلى أن كوريا الشمالية سترد على خطوة اليابان باتخاذ تدابير حاسمة أخيرا قتلت القوات الخاصة العسكرية الباكستانية ستة وعشرين مسلحا من حركة طالبان باكستان خلال عملية لتحرير أفراد من شرطة مكافحة الإرهاب تم احتجازهم رهائن منذ ثلاثة أيام وكان أكثر من ستة وعشرين عنصرا من حركة طالبان الباكستانية احتجزوا عددا مرجال الشرطة في سجن تابع لإدارة مكافحة الإرهاب الأحد الماضي بعد أن تمكنوا من الإفلات من سجانيهم والسيطرة على المركز وتم قتل الخاطفين خلال عملية استمرت ساعة وفق السلطات الباكستانية نشرة الأخبار شكرا لكم باية لقاوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة